السلام عليكم المجد والخلود لشهدائنا الأبرار ومرحبا بالناس لما يشاهدوا فينا داخل وطن وخارج الوطن الناس لما معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شو بير دي زيد اليوم الحصة تعنا ونغادي نتكلموا على محاربين الصحراء في مهمة لترويض لترويض أصحاب بلد الماكياش ناتية من غادن إن شاء الله وكي مبارا أمام لبنان من أجل كسب ثلاث نقاط ست نقاط يعني والتآهل رسميا للدور الثاني عشان كي نربحوا غادن وإن شاء الله رانا في الدور الثاني إن شاء الله بربي ونأكدوا الصحوات تعان إن شاء الله بربي باللي رانا الحضرة اللي هضروها راي صح باللي رانا رايحين جينا باش ندو كوب جينا باش نلبو على الكوب هذه إن شاء الله يا ربي وإن يأخذ المنتخب الوطني المحلي في ثاني مواجهته ضمن المونديال العرب أمام منتخب لبنان وذلك في إيطار المباراة الجولة الثانية من بطولة كاس العرب التي تقام على أراضي القطرية وستكون أنظار الجماهير الجزائرية وحتى العربية سوف أستاذ أحمد بن علي الذي سيكون مسرح لهذه المباراة بين محاربين صحراء ولبنان والمنتخب اللبناني الذين رفعوا التحدي لمقارعة المنتخب الجزائري حيث سيكون أشبال مدرب المنتخب الوطني الجزائري في مهمة ترويض لبنان بثاني انتصار في هذا المونديال العرب الذي يشهد تغطية إعلامية غير مسبوقة رفقة المدلل الخض يوسف بلايلي وانأكدوا جاهزيته تحسبا لهذه المباراة وبقية مشوار المونديال العرب وهذا ما ظهر جاليا من خلال الحصص التدريبية الأخيرة التي عرفت أجواء جد رائعة صنع رفقاء هلال العربي السوداني فيما أبدأ الجميع التزام ببرنامج الذي وضعه الطاقم الفني كما سيكون المنتخب المحلي تحت أنظار الناخب الوطني جماب الماضي المتواجد بقطر لمتابعة بعض العناصر المعنية بمنافسة كاس أمم إفريقيا التي ستجري على أراضي كاميرونية بداية من شهر شنفين مقبل هنا المهم منتخب الوطني الجزائري وين غادي نشوفوا اللعابين يعني تشوف أنا باش نقولكم الديفاح هذك ناس رأي شتي 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 غادي نجيبوه مو من شتي غادي يكون في التشكيلة الأولى تعالى المنتخب الوطني الجزائري مريزق هذك غادي غادي يكون هذك تعفاردو غادي يكون يعني غادي يكونوا هدى اللعابة غادي تنقروا منهم ما غادي تجيبوا مستوى أول باش نتقارعوا الناس الشعب الجزائري باش يقارع المستوى الأول ما كاش ما كاش مستوى أول عادي باش يكون على بيكم ما كاش اللي غادي يقول لك بل غادي نجيبوه مستوى أول وغادي غادي راه وين جامب الماضي نحو دورية نحو نحو فرنسا مكاش قعملنا هذي نستهدروه صحيح ننسى الله يا ربي ما كاش ممكن للنحو سوف نحو سوف المنتخب الوطني الجزائري نحو سوف على ارسل تيتر راوك سراب لي سراب نحو سوف على تيتر نستهدروه صحيح نحو سيري ما كاش وين يأخوذ المنتخب الوطني المحلي يقول لك محلي ما لا شي محلي فارق أول مجزية كين هذه فتعو ديرو بها برباراتيو وإن شهدنا وإن تصريعات على المنتخب اللبناني وإن قال عن مباراة الجزائر أن المنتخب سيواجه منتخب قوي وكبير وعضف المدرب منتخب لبنان في ندوة الصحافية يوم الجمعة المنتخب الجزائري منتخب كبير وأكد قوته في المباراة الأولى أمام السودان بالفوز بربعية وأكد المدرب أن مأمورية أشباله لن تكون سهلة مباراة الجزائر مهمة جداً لإبقاء على حظوظنا في التأول إلى الربع النهائي ومأموريتنا لن تكون سهلة لكن سنعمل على تقديم مباراة جيدة على الملعب جامع وخروج بنتيجة جيدة لا يسهل عليك نحن أدرون كم موجهة كم منتخب وطني جزائري لنعرفوا باللي راح في الطريق الصحيح يعني وعندنا لعابين عندهم جودة يعني عندهم لعابين عندنا لعابين وعندهم جودة كبيرة يعني وين قادرين في أي لحظة وين يصنعوا الفرق هذه الحاجة اللي مليحة يتشوف انت ياه منتخب وطني ناس ينتقدوا بيدون معرفة ينتقدوا أوصاييك يعني وين ينتقدوا ونناس تنتقد بلاي يقولك إبراهيمي يشد البالو بزيف يشد البولا بزيف البولا تكون عندك أحسن ما تكون عند المنافسة البلاليت البولا كي تكون عندك أحسن تكون مكون تكون دير خاطر على المنافسة عندما يكبرني صوفيان إبراهيمي وين؟ شكل خطورة واحده بخط وسط الميدان واحده وشكل خطورة واحده على السودان وين كان السم القاتل على السودان في خط وسط الميدان وبناء الهجمة أعطاني كلابو أنا أقول لك بللي ما كاش تناسق ما بين خط وسط الميدان والدفاع ما كاش تناسق تقول لي تناسق من الخط الوسط خط الوسط للهجوب كان تناسق شكو لي كان يروح يجيب الهجوب فالبقاء ماذا كان يبحث عن البولة؟ ماذا كان يبحث عن البولة؟ يجيب البولة يجيبها يحلها ويطلع بها ويصنع بها الخاطر ماذا كان هو؟ وابراهيمي يصحب ماذا كان يتعب يجيب البولة؟ يعني كانوا ثغارات وين سابها حلوة ونشاهدنا كذلك وين عدلين قديورة عدلين قديورة أصبحت محلل عدلين قديورة في هذا الدورة سيخدم محلل في البياسبور بلونغلي والناس يقول لك كو قديورة يعاودي يعاودي بقديورة في 36 عام قديورة في 36 عام لازم تأمنوا بها قديورة سيكون محلل سيكون محلل سيكون محلل سيكون محلل أيها الناس قارعلوا يبرع ومين يبرع؟ يلعب؟ ومين يلعب؟ يعاودي لكيب ناسيونال ونقلم المنتخب الوطني مرشح فوق العادة للتتويج بهذا الدورة ولكن العامل المفاجأة وارد وثقتنا كبيرة في اللاعبين عليهم مقاتلة فوق أرضية الميدان وتشريف الراية الوطنية إن شاء الله بربها كلام الشباب هذا ونجبه دائما وإن الكلام نقول لي كلام الشباب هذا وإن تدعيم المنتخب الوطني الجزائري من أجل جلب هذا الكأس الإفريقي الكأس العربي إن شاء الله بربها إن شاء الله بربها المنتخب الوطني الجزائري وإن أصبح يخيف كل المنتخبات العربية والإفريقية بسبب جودة اللعابين المختاربين بسبب جودة اللعابين المختاربين وإن تنبول تشيرين você اروح شخص بن سبعينة اللعابين هي واضح ان تصبح نادي فارادو المباراة الثانية اللي غادي تكون مباراة تسعين دقيقة بستة نيقاط غادي تكون بستة نيقاط على ستة نيقاط نحوسوا كيفاش نفوزوا يعني وان ايبيتو هذك مصر ومن نعوها عال ومصر لازم نديرو مع تشنين مع مصر باش نفوتوا لان ايبيتو هذو السوالح لازم نلعبو كونت مصر نبغو نفوتو مصر نبغو ما نفوتوش مصر لازم كماك نلعبو لكم لازم نمصاروانا لابونو كماك يان فوتوكم يان مفوتو كماك الى صباحة الضارنا ريسالنا غادي ندورو عليكم انا هذي تبالي كماك نربح غدواء ايو اللي باي يربح مورا يربح تربح انت او تربح نبغو خات غادي سودان امان مصر غادي تغبن مصر سودان غادي تغبن مصر ما احنا لبنان غادي تلعبنا غادي زيرو الوحوم يخسروا مصر غادي يعقدوا الوحوم غادي نحلوهم احنا ما كاش ما هذي حقيقة تعا حقيقة تعا الرياضة تعا كورة القدم هذي احنا هي اللي غادي نفوزوا خاتش عليك يتشوف انت عندك هجوم يقولك احسن هجوم هو الدفاع احسن دفاع الهجوم احنا عنا هجوم يمركي بالربعة خمسة منا الى دار غلطة طيح واحد في الكاري الى ضرب العمري يضرب واحد في الكاري احنا زيرو يمركونا بنت سعى نكونوا الى بحين بربعة ونقول لشت شعره هذك بونجاح خطيك 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 متري كلامي مع اليزار بيت كاجه تربي بسيلي ما باطل أرادة